موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا مشاهدي فضائية العراق التربوية طلبتنا أبنائنا طلبت الصف الثاني المتوسط درس جديد من دروس مادة الأحياء من فضائيتكم المتميزة دوما فضائية العراق التربوية أعزائ الطلبة في الدرس السابق تناولنا بالشرح المفصل المكونات البيئية والبيئة والنظام البيئي بالإضافة إلى مكونات أحيائية ومكونات لاحيائية الموجودة ضمن النظام البيئي في درسنا لهذا اليوم سوف نتناول دورات الأناصر الموجودة في الطبيعة وهم الأناصر ودوراتها وكيفية انتقالها من الكائنات الحية إلى الكائنات أو إلى البيئة وبالعكس دعنا ننتقل أعزائي الطلبة إلى مقدمة بسيطة عن دورات الأناصر في الطبيعة سبقا درست عزيز الطالب في الصفوف السابقة إن العلاقة بين الكائن الحي والمحيط الذي يعيش فيه هي عبارة عن علاقة وثيقة لذلك إذ يؤثر الكائن الحي بالبيئة ويتأثر بكافة مكونات النظام البيئي سواء كانت هذه المكونات حية وسواء كانت مكونات غير حية ويكون التأثير في الكائن الحي بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة فلواء مثلا يحتوي على كميات كبيرة من الأوكسجين والنيتروجين والكاربون بصورة غاز ثناء أكسيد الكاربون وهذا الغاز تغزن في الأرض أو أفن وتغزن في الأرض مواد أخرى مثل حديد والنحاس والكارسيوم وهذه المواد تذوب بفعل مياه الأمطار التي تفتت الصخور الحاوية عليها وتصبح جزءا من مياه الأنهار والبحيرات أو جزءا من التربة إذن السؤال المطروح أمامنا كيف يعاد استعمال المواد في الطبيعة كيف تكون الطبيعة متجددة كيف تكون البيئة متجددة كيف تقوم البيئة بتلبية احتياجات الكائن الحي على مر السنوات وعلى مر العصور جواب تستعمل الكائنات الحية مواد كثيرة على الأرض ثم تعيد استعمالها فالحيوانات تحصل على المواد التي تحتاجها من خلال شرب الماء وتناول الغداء بالمقابل تحرر إلى البيئة فضلات وتفعل النباتات ذلك أيضا فتعيد هذه الفضلات أو المحللات أفواً تعيد الفضلات إلى عناصر أولية يمكن الإفادة منها من قبل الحيوان والنبات إذن أعزاء الطلبة حلقة الوصل في أي نظام بيئي هي المحللات لماذا المحللات هي حلقة الوصل؟ وذلك لأنها تعيد الفضلات التي طرحت من قبل الحيوانات والنباتات أو حيوانات والنباتات الميتة ليس شرط الفضلات لا حيوانات والنباتات الميتة تعيدها إلى العناصر الأولية التي موجودة بالبيئة هذه العناصر الأولية تستطيع النباتات مرة أخرى الاستفادة منها بهيئة عناصر أولية إذن نأخذ عزاء الطلبة أهم دورات العناصر الموجودة عندنا ننتقل إلى أول دورة من دورات العناصر الموجودة عندنا وهي دورة الكاربون الأوكسجين دورة الكاربون الأوكسجين وهي الدورة التي ينتقل فيها الكاربون والأوكسجين بين النباتات والحيوانات والبيئة وهذا من خلال أمليتين حيويتين هما أملية البناء الضوئي وأملية التنفس إذن ممكن أنه ينتقل الكاربون والأوكسجين من النباتات والحيوانات إلى البيئة عن طريق أمليتين العملية الأولى عزاء الطلبة هي أملية البناء الضوئي والطريقة الثانية أو الأملية الثانية هي أملية التنفس خليني نجي نشوف شون رح تصير هذه الأمليتين أولا تقوم النباتات بصنع غذاءها بنفسها بواسطة أملية البناء الضوئي إذ تستعمل النباتات أشعة الشمس والماء وثنائي أوكسيد الكاربون وتحرر إلى البيئة غاز الأوكسجين إلى المحيط الخارجي إذن هنا عزاء الطلبة صار عندنا صارت عندنا أملية صناعة الغذاء النبات شيء تحتاج النبات خلال أملية البناء الضوئي تحتاج غاز ثنائي أوكسيد الكاربون إذن تحتاج كاربون مين حصل أليه حصل أليه من الهواء الجو ومن البيئة بالمقابل اشترح النبات طرح النبات غاز الأوكسجين المنطرحه طرحه إلى البيئة إذن هنا استفاد من أحد مكونات البيئة بينما أنتج أو طرح مكون ثاني نجح على عملية التنفس جميع الكائنات الحية تستهلك سواء كانت مائية أو التي تعيش على اليابسة تستهلك الأوكسجين في التنفس وتحرر غاز ثاني أوكسيد الكاربون إذن حسب المعادلة الموجودة الغذاء والأوكسجين حسب معادلة التنفس ينتج ثاني أوكسيد الكاربون وبخار الماء بالإضافة إلى طاقة هناك أمليات أخرى تنتج ثنائي أوكسيد الكاربون وهي أمليات الاحتراق أمليات التحلل للكائنات الميتة بفعل البكترية والفطريات هذه هي الدورة الأولى التي تتمثل بدورة الكاربون والأوكسجين كيف يوجد الكاربون في الطبيعة؟ يوجد الكاربون في الطبيعة على ثلاثة أشكال أولاً الحالة الغازية والتي تكون على شكل غاز ثنائي أوكسيد الكاربون الحالة الثانية هي الحالة السائلة والتي تكون على شكل ثنائي أوكسيد كاربون ذائب أو مذاب في الماء ثالثاً الحالة الصلبة وتوجد في التربة على هيئة صخور جيرية لاحظ عزيز الطالب أملية أو دورة الكاربون والأوكسجين اللاحظ هنا ضوء الشمس مع النباتات قامت بعملية البناء الضوئي وأغذت من الجو غاز CO2 اللي يقوم بأملية البناء الضوءي ثنيوكسيد الكاربون كونة الغذاء حصل النباتات على الغذاء بواسطة أملية التنفس يرجع CO2 إلى الغلاف الجوي أمليات الاحتراق أيضا تحرر غاز ثنيوكسيد الكاربون أو CO2 إلى الغلاف الجوي ننتقل عزاء الطلبة إلى الدورة الثانية من دورات الأناصر وهي دورة النايتروجين نسبة النايتروجين في الغلاف الجوي 78% سؤال كيف تحصل الكائنات الحية على النايتروجين بالرغم من نسبة النايتروجين الآلية لا تستطيع الكائنات الحية الحصول عليه كما هو فالنباتات تنتج البروتين من النايتروجين الموجود في التربة في حين تحصل الحيوانات على النايتروجين عندما تتغذى على النباتات مباشرة أو على حيوانات أخرى متغذية على النباتات سؤال كيف تتم دورة النايتروجين أو ما هي خطوات دورة النايتروجين أولا يثبت معظم النايتروجين من خلال بكترية تعيش في التربة أو على جذور النباتات وهناك كمية قليلة من النايتروجين يتم تثبيتها من خلال البرق ثانيا تستعمل النباتات النايتروجين أنتو المتوفر في التربة لإنتاج البروتينات المهمة لجميع الكائنات الحية تحصل الحيوانات على النايتروجين بتغذيتها على نباتات وحيوانات أخرى يعود شكل النايتروجين المتمثلين بالنترات والأمونية إلى التربة من خلال ما تطرحها الحيوانات من فضلات أو من خلال تحلل النباتات والحيوانات لتعود لدورة النايتروجين أو هذه الدورة مرة ثانية إذن أعزاء الطلب النايتروجين اللي موجود بالغلاف الجوي النباتات ما تقدر تحصل علي بصورة مباشرة بالرغم أنه نسبة جدا آلية حيوانات ما تقدر تحصل علي بصورة مباشرة لا وإنما تبدأ دورة النايتروجين من النباتات اللي تقوم ببناء البروتينات هذه البروتينات تجي تحتوي على النايتروجين إذا اضغذت علي الحيوانات الآكلة للنباتات الحيوانات الآشبة تجي تنتقل من النبات إلى الحيوان ثم عند تغذية المستهلكات الأخرى على النباتات أو الأفن على النباتات أو على الحيوانات الأخرى راح تجي تنتقل إلى أدسامها شلون ترجع النايتروجين إلى التربة؟ يرجع النايتروجين إلى التربة أما عن طريق الفضلات، فضلات الحيوانات أو عن طريق الحيوانات الميتة والنباتات الميتة خلي نشوف إياكم رسم توضيحي لدورة النايتروجين في البيئة دورة النايتروجين في البيئة نلاحظ أنه النايتروجين في الغلاف الجوي أما يتم بواسطة تثبيت بالبكترية أو التثبيت الضوئي بواسطة البر نجينا رح يصير أدنى مادة أضوية داخل الجذور وهذه المادة الأضوية رح تيجي تستعملها النباتات بها عملية في عملية البناء الضوئي من استعملتها بعملية البناء الضوئي رح تيجي تتغذى عليها الحيوانات الحيوانات تنتقل من النباتات إلى الحيوانات النايتروجين بشكل بروتين وأيضا تأدي إلى إيجاد مادة أضوية في التربة إذن النباتات والحيوانات نتيجة لموتها تكون لمادة أضوية تحتوي على النايتروجين في التربة هذا النايتروجين الموجود في التربة أما يترسب إلى بحار المحيطات وثم يتبخر مرة ثانية إلى الغلاف الجوي أو أنه ينبعث من الوقود الحفورة عن طريق أمليات الاحتراق مرة أخرى إلى الغلاف الجوي ننتقل أعزاء الطلبة إلى دورة الماء يغطي المياه أو تغطي المياه ما يقارب من 75% من سطح الأرض يتحرك الماء أبرى البيئة من خلال دورة تسمى باسم دورة الماء سؤال ما هي الأمليات الرئيسية في دورة الماء؟ تضمن دورة الماء أملية التبخر وأملية التكاثف أملية التبخر في هذه الأملية تحول حرارة الشمس المياه الموجودة على سطح الأرض إلى بخار ماء بأملية تبخر سميها الأملية شنو؟ أملية التبخر إذن هي تحويل الماء بواسطة ضوء الشمس أو بواسطة الحرارة إلى بخار الأملية الثانية التكاثف متى يحصل التكاثف؟ عند وصول بخار الماء إلى طبقات الجو حيث تكون درجة حرارة الهواء المحيط بالأرض منخفضة فإن بخار الماء سوف يتكاثف فيتحول إلى ساء الماء هذا الماء الذي يتكون بعد التكاثف أما يتساقط بشكل قطرات الماء بشكل مطر على الأرض أو لا يتم بواسطة أملية الهطول إذن كيف ينتقل الماء من الغلاف الجوي إلى الأرض؟ أما أولاً عن طريق قطرات مطر أو لا عن طريق الهطول ما هي الهطول؟ هي أملية نزول الماء على سطح الأرض بشكل قطرات مطر أو ثلج أو برد إذا كانت درجة حرارة الهواء منخفضة جداً فتتجمد قطرات الماء وتتساقط تعيد النباتات الماء الزائد إلى البيئة بعملية النتح ويأخراج الماء الزائد عن طريق الثغور في أوراق النباتات وتعيد الحيوانات الماء إلى البيئة بعملية الزفير وتكوين البول وكل مما سبق يؤسس لدورة الماء في الطبيعة أعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية طلبة الصف الثاني المتوسط إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نرجو لكم حسن المتابعة وشكراً لكم اشتركوا في القناة